الفكرة العامة شنو من الاساس عدنا capillary bed يعني بما معناها ردي نسوي تبادل للأكسجين وكذلك المواد والميتابولايت وكذلك الويستي بروديكس اللي ينتجها التشو او الانسجة حتى ياخذها الدم مرة اخرى ويفلترها اما لحو الكريتين تطلع حرج الجسم او لحجازة هضمية او اي ان كان الفكرة بما معناه انه عملية تبادل لمكونات الدم بين الارتريولز القادمة اللي هي اخر جزء من الارتريز والتيشوز اللي هي انسجة الجسم سواء الاعضاء او اي مكان اخر فاللي رح يصير هذا عن طريق انه الجزء الاصغر من الارتريولز قادم بالدم المؤكسج يحتوي على اوكسجين ويحتوي على نيوتريان ويحتوي على كل الامور الايجابية يأتي عن طريق الارتريول اللي هو اصغر جزء بالارتري مثل ما ذكرت اكثر من مرة اما فيما يخص الويست برودكت او الاشياء السلبية والدم غير المؤكسج المأخوذة من النسيج الفلاني تذهب عن طريق الفينوس اند اف كابلاري يعني بما معناه الكابلاري هو ليس له نهاية وانما له استمرارية يبدأ كارتريول وينتهي كفينيول تمام طيب الدم كيف يطب ويطلع من خلال هذا الارتريول او من خلال هذا الفصل الفكرة انه عندنا نوعين اساسيين من انواع الضغط رح تأثر على دخول الدم والمواد ام خروج الدم والمواد هل هي تخرج من الفصل نحو السائل المحيط به اللي هو الانترستيشم لو تدخل من الانترستيشم نحو الفصل طبعا احنا عموما نعرف انه عندنا هذه الصورة واضحة جدا هذا الفصل اللي هو هم يوصل الامور ويحاول يخرج جزء كبير من عده وبنفس الوقت رح يحاول ياخذ من الغشاء يعني من المنطقة المحيطة بالارتريول هذا اللي هي اسمها الانترستيشم اللي هي المنطقة المحيطة بالأورغن المعين او التشو المعين رح يحاول ياخذ منها بعض الامور ويوديها نحو القلب او نحو الاماكن حتى نتخلص منها الماكن اخرى حتى نتخلص منها فعدنا نوعين اساسيين من الضغوط عدنا ضغط يدفع اللي هو يدفع هذا البوش تمام والضغط النوع الاخر من القوة اوكي خلي نقول قوة مو ضغوط نوع قوة تدفع والنوع قوة تسحب فاحنا عندنا هسا سائلين اساسيين كل سائل بذول السوائل الانترستيشم يعني هو الجزء المحيط بالنسيج عند قدرة انه يدفع وعند قدرة انه يسحب وكذلك الدم الموجود بالكابلاري هنا ايضا عند قدرة انه يدفع وعند قدرة انه يسحب حتى الدم الموجود بالكابلاري يدفع الامور الايجابية ويطلعها يعني خليه ايش انه يجد ان اسمها اوكي يعني الدم اللي دا يمشي بهذا الكابلاري عنده قدرة انه يدفع الامور الايجابية مثلا او يسحب الامور السلبية تمام وبنفس الوقت الانترستيشم اللي هو الجزء من النسيج عنده قدرة انه يدفع الامور السلبية مثلا وياخذ الامور الايجابية تمام فاللي راح يصير شنو انه عدنا كل واحد من هذي الضوط الى اسم فيقول انه العملية كريتها اللي ياثر عليها هو الستارلينج لو اسم الفيزياء الستارلينج فورسز قوة ستارلينج اوكي هي اللي تحدد الفلويد موفمنت يعني حركة السائل خلال الكابلاري منبرين خلال هذا الغشاء يو ما الكابلاري فحدنا البراشر او القوة ما الكابلاري وما الانترستيشم الكابلاري طبعا يعني السائل الموجود داخل الكابلاري نرمزلícioها بدونه بحرف vitamin c من capلاري والسائل الموجود خارج الكابلاري نرمزه بحرف i بمعنى انترستيشم الحرف الاول من كلمة انترستيشم فبالنسبة للPC هو الcapillary hydrostatic pressure يسمى بالهيدرستاتيك لأنه يضغط نحو الخارج يعني يحاول يدفع نحو الخارج يعني pushing احنا مثل ما قلنا ده يدفع الذن إلى الخارج من الكابلري يحاول يدفع خارج الكابلري طيب الpeel eye اللي هو اسم eye اللي هو الانترستيشيال هذا انترستيشيال hydrostatic أيضا اسمه هذا مهم هادرستاتيك براشر ايضا طالما اسمه هادرستاتيك فهو يدفع يدفع الفلويد نحو الكابلري فهذا شكله راح بالمنفسجي جاي من الانترستيشيوم فهو يدفع الفلويد نحو الكابلري تمام هذا شغلته دفع هذا شنو اسمه ثينهم طالما طالما شغلته دفع هو يسمه هادرستاتيك طيب النوع الاخر هو شنو النوع الباي سي او الباي اي السي نعرف كابلري والاي تعني انترستيشيوم فبالنسبة لل الباي سي هي البلازمة اونكوتك براشر اونكوتك براشر يعني تسحب كل شي يسحب معناها اونكوتك فالبلازمة اونكوتك براشر معناها قدرة السائل الموجود داخل الفصل انه يسحب يعني يأخذ من الخارج يخلي الفلود يأتي نحو الكابلري هذا فهذا يسمى قدرة الكابلري على سحب المواد من خارج هذا الكابلري الارتريول اما الباي اي يعني ترمز دل انترستيشيوم مثل ما قلنا فهي تسمى انترستيشيوم الفلود اونكوتك براشر اونكوتك قلنا يعني بول كل عملية بول تسمى اونكوتك وكل اونكوتك تسمى عملية بول اللي هي عملية ساحب فالانترستيشيوم الفلود بحذ ذاته ايضا رح يحاول انه يسحب لنفسه من الخارج يعني من الفصل رح يحاول يسحب نفسه من الفصل بعض المواد يعني يسحب السائل من الفصل نحو الانترستيشيوم فهذا يسمى اونكوتك فالمعادلة اللي عدنا هنا عدنا انه الجي في الجي في هي نت فلود فلود يعني محصلة حركة السائل طبعا هزا احنا نلاحظ عدنا هنا حركة للسائل متجهة خارج الفصل وهنا عدنا حركة للسائل متجهة داخل الفصل وعدنا هنا حركة متجهة داخل الفصل وهنا حركة متجهة خارج الفصل فأكيد حركة أقوى من حركة مثلا الفصل أقوى من الانترستيشيوم أو الانترستيشيوم أقوى من الفصل أكو عدة حوامل فمحصلة الحركة بالأخير نحن نعرف سهم بالفيزياء سهم يلغي السهم بالاتجاه المعاكس فنشوف أيهما أي قوة تفوز هل هي القوة اللي تسيطر اللي راح تفوز هي اللي راح تخرج الدم من الكابلاري نحو الانترستيشيوم لو قوة الانترستيشيوم راح تكون أقوى المحصلة مع القوة أقوى تسحب الدم نحوها فيعني بما معنى المحصلة اللي هي نتفلو هي تساوي معادلة الكي اف طبعا الكي اف مقصود بكابلاري برميابولتي تو ممبرين يعني بما معنى قدرت هذا الغشاء هذا الغشاء مال الفصل قدرت على أن يعبر السوائل فالمعادلة تقول أنه كابلاري برميابولتي يعني قدرت على تعبير السوائل مضروبة في عامل طرح اللي هو الهايدرستاتيك مال كابلاري نطرح من عنده الهايدرستاتيك مال انترستيشيوم ومن ثم هذا كله راح نطرح من عنده سيجما اللي هو عامل ثابت هذه السيجما عامل ثابت يعني ينطينا معلومة عن الرفلكشن كو افشيشن اللي هو يقيسنا الكابلاري ام برميابولتي تو بروتينز احنا نعرف أنه هذا الكابلاري بسل هو المفروض بيغير نفاذ البروتينات فهذه عدم نفاذيته للبروتينات تقاس بسيجما فبالتالي هذا سيجما بالمعادلة مضروبا ايضا في باي احنا نعرف أنه الباي مقصود بيه هنا الأونكوتك براشر فحرف البي يعني هيدرستاتيك براشر مال كابلاري وحرف البي هيدرستاتيك براشر مال انترستيشيوم هنا عدنا آي ثم عدنا الباي سي يعني الأونكوتك براشر مال كابلاري مطروح من عنده الباي آي يعني الأونكوتك براشر مال انترستيشيوم المحصلة مال هذه المعادلة كليتها هي النتفلود فلو نشوف الفلود بالنتيجة أي قوة بهم راح تفوز وهل هو اتجاهه نحو الكابلاري خارج الكابلاري وما إلى ذلك طيب عدنا حالات لها علاقة تتكون أو تصير بسبب هذه القوة تمام فمثلا عندنا الأدمة نحن نعرف أن الأدمة هي تجمع السوائل في المنطقة الفلانية من الجسم فيقول الأدمة هي تجمع الفلود السائل في منطقة ما من الجسم لكن هي هذه المنطقة خارج الفصل لذلك تسمى أدمة لو كانت داخل الفصل ما راح يسميها أدمة هي أكيد خارجة من الفصل طيب شنو العوامل اللي تزود من خروج هذا الفلود اللي هو داخل الفصل تخرجه نحو الانترستيشيوم فهنا دا يقول أنه هذه الأدمة معناها وجود كمية من السائل في الانترستيشيوم قد خرجه من الكابلاريس فشنو العوامل اللي تخلي الفلود يخرج من الكابلاري يقول مثلا زيادة الكابلاري براشر مثلا يعني إحنا قلناه الكابلاري عنده هايدروستاتيك براشر تمام يعني يدفع الدم نحو الخارج فإذا زادت هذه القوة اللي بداخل الفصل اللي هي تدفع الدم نحو الخارج تدفع الفلود نحو الخارج معناها حتى ما يصبح عندنا أدمة مثلا بحالة الهارت فيلير طيب عندنا زيادة الكابلاري برميابلتي لو كان الفصل هذا نفاذ أكثر يعني بما معناها غير عازل فراح يسمح بخروج كمية كبيرة من الفلود نحو الانترستيشيوم هذا العامل الثاني يعني معناها زايد الكي اف اللي هي البرميابوليتي مثلا بحالة التوكسينز بحالة الانفكشنز بحالة الحروق طيب العامل الآخر هو زيادة الانترستيشيوم الفلود انكوتيك براشر هس احتمال الموضوع ما لا علاقة بالفصل أصلا احتمال الموضوع لا علاقة بالانترستيشيوم الانترستيشيوم عنده قدرة على انه يسحب الدم خارج الفصل يعني الانترستيشيوم زادت الانكوتيك براشر ماته اللي هي القوة الساحبة تسحب الفلود من الكابليري تمام في الانترستيشيوم الفلود انكوتيك براشر يعني زيادة البعيل هي مثلا لنفاتيك بلوكيج إذا صار للمفاتيك بلوكيج معناها الانترستيشيوم قوة الساحبة ما ترح تزداد طيب الاحتمالية الأخيرة اللي هي تسبب الأدمة لها فضل بالأدمة بتكون الأدمة هي النقصان بالبلازما بروتيز لما يكون البلازما بروتيز يعني اللي هو الفلويد داخل الذسل بنسبة بروتيز قليلة راح تأثر بتكون الأدمة لأنه راح تقلل بهذه الحالة القوة الساحبة أو الأونكوتك براشر مع الكابلري يعني الكابلري أونكوتك براشر القوة الساحبة مع هذا الأرتريول أو الفنيول الفنيول تزداد قدرتها مع زيادة عدد البروتينات الموجودة داخل هذا الكابلري فطالما عدد البروتينات قليلة معناها قلت قدرة هذا الفصل كله على إبقاء أو على سحب الفلويد فيه إلى داخله فيفقد هذا القدرة فلما يفقد هذا القدرة راح تتكون عندنا الأدمة مثلا حالة الفروتيكس تندرام أو حالة الليفر فيليار أو حالة البروتين مال نيوترشن وانتهى الموضوع الحمد لله